رفض مطلق سارع رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتعبير عنه عقب التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة وبأغلبية لصالح مشروع قرار القدس القاضي بإلغاء إعلان ترامب بشأن المدينة المقدسة كعاصمة لإسرائيل نتنياهو في كلمة له استهزأ بالقرار واصفا إياه بالمسرحية العبثية الاستهزاء الإسرائيلي بقرار الجمعية العامة وقاحها وعندما يقول مندوب إسرائيل أنه يجب وضع قرارات لأمم المتحدة في سلة المهملات ويظهر وقاحها منقطعة النظير ولكن الذي سيذهب إلى سلة المهملات هي سياسة حكومة إسرائيل والواقع أن إسرائيل تلقت هي والجانب الأمريكي لطمة كبيرة في قرار الأمم المتحدة وعلى وقع ما اعتبرت فلسطينيا إنجازا دبلوماسيا جديدا في الهيئة الأممية واستجابة لدعوة القوى الوطنية والإسلامية باستمرار الفعاليات الرافضة لقرار ترامب انطلقت مسيرة حاشد عقب صلاة جمعة الغضب الثالثة من باحات الأقصى سرعان ما وجهت بالقمع وبوحشية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اهتدت على المتظاهرين بالدفع والضرب مانعة وصلهم إلى ساحة الشهداء عند باب العمود ما أسفر عن إصابة العشرات من المشاركين بالمسيرة وفيما يتعلق بموقف القيادة الفلسطينية حيال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبرته حدثا تاريخيا وانتصارا للحق الفلسطيني مؤكدة مواصلة الجهود في الأمم المتحدة وكل المحافل الدولية لوضع حد للاحتلال وإقامة الدولة المستقلة بعاصماتها القدس انتصار في الجمعية الأممية يرحب به الفلسطينيون وتستهزئ به حكومة نتنياهو مطالبة إياهم بالقبول بالواقع واقع يؤكد الجانب الفلسطيني أنه لا بقرار ترامب ولا بغيره من القرارات ومن أي جهة كانت يمكنه أن تغير هذا الواقع وتمس بالوضع القانوني والتاريخي لهذه المدينة سحر من يرأي الإخبارية القدس المحتلة